قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم اصابة نجم الاسود تقلق وليد الاجراغي وتدفعه لترقب مستجدتها لا يصدق نادي انجليزي يقدم اضخم عرض لتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو زياش الى باريس ونهيمار الى تشيلسية صفقة تطبخ على نار هادئة والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد الاخبار اصابة نجم الاسود تقلق وليد الاجراغي وتدفعه لترقب مستجدتها تبت اصابة نجم المنتخب الوطني المغربي اشرف حكيمي القلق في نفس الناخب الوطني وليد الاجراغي الذي يتبع وضع اللاعب بامل عودته سريعا ولحقه بالوديتين المقبلتين للأصود وحسب ما ذكر موقع سيسانه فان اصابة حكيمي تقلق الناخب الوطني المتواجد حاليا في اوروبا على همش جولته الخاصة بمتابعة لعب الأصود وإقناع بعضهم بتمثيل المنتخب الوطني ويترقب الوطني أي مستجدات تهم الحالة الصحية لحكيمي أملا في تمكن اللاعب من استعادة عافيته سريعا والعودة للتألق الذي كان عليها ويعد حكيمي نجم المنتخب المغربي الأول وغيابه عن الوديتين المقبلتين للأصود أمام البرازيل والبيرو سيعد إشكالا للأصود بالنظر لإمكانياته وشخصيته القيادية لا يصدق عملاق إنجلتر يقدم أضخم عرض للتعاقد مع نجم المنتخب ياسين بونو أفدت صحيفة الدستانة بريطانية أن نادي مونشيستر يونيتد الإنجليزي لكرة القدم رصد خمسين مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولية المغربية ياسين بونو لعب إشبيلي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ووضح المصدر أن الماني يونيتد بصدد البحث عن بديل لحارسي الحالي الإسباني ديفيد دخيا يذكر أن بونو مرتبط مع فريقه الإسبانية بعقد يمتد إلى غيتي 2025 وخطف الأضواء خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في نهاية منذ القطر 2022 ما جعله محطة أنداري كوبريات الأندية الأوروبية على غرار ميلان الإيطالي وباير ميونيخ الألماني وتوتنامت سبيرا الإنجليزي زياش إلى باريس ونيمار إلى تشيلسي صفقة تطبخ على نار هادئة التقى توت بويل ملك تشيلس الإنجليزي بناصر الخليف رئيس باريسان جرمان الفرنسي وذلك من أجل مناقشة سبول انتقال محتمل للبرازيلي نايمار دا سيلفا إلى صفوف النادي الإنجليزي في المقابل استفادت نادي العاصمة الفرنسية من اللاعب المغربي حكيم زياش الذي تعثرت صفقة استقدامه إلى بارك دي برانس في موسم الانتقالات الشتوية الماضية واكدت صحيفة لباريزيان الفرنسي أنه قد تم عقد اجتماعين بين توت بويل وناصر الخليف بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل مناقشة إمكانية انتقال نايمار وشرط وصول المحتمل إلى أسوار السانفورد بريج الصيف المقبل ويولي فريق تشيلسي اهتماما كبيرا باستقدام النجم البرازيلي وتعزيز الخط الأمام للفريق في ذلك تراجع مستوى أغلب المهاجمين وذلك استغلال لحالة التوتر التي تبدو عليها علاقة نايمار بمحوط نادي باريسان جرمان ويراهن تشيلسي على صفقة نايمار خاصة وأن النادي قام بميركات الشتوية والأعلى في التاريخ إلى ضم خلال أمريكات الصيف المقبل وإذا كان الفريق مهتم بالنجم البرازيلي فنادي باريسان جرمان يرغب في ضم الدولي المغربي حكيم زياش سيما وأنه كان قريبا من التوقيع له في الأسابيع الماضية حيث أجر فحصه الطبي في باريس إلا أن نادي تشيلسي تأخر في إرسال وطائقه في آخر دقائق المكاتو ثلاث أسباب لإصرار الريقراغي على ضم إبراهيم دياز كان للتحرك وليد ريقراغي صوب إيطاليا من أجل جلوس على طاولة تفاوض مع إبراهيم دياز مهاجم نادي ميلان ما يبرره رغم تحفظ اللاعب مرارا عن تمثيل الأصود والتأكيد أنه ينتظر دعوة منتخب إسبانيا وذكر موقع كورا في التقرير له ثلاث أسباب موضوعية أرغمت مدرب المغرب على هذا التحرك السبب الأول هو الضعف الهجومي حيث لم يكن هجوم منتخب المغرب على المستوى المأمول من قبل الريقراغي مثل ما قال بعد عودته من قطر في المونديال في تصريحات تلفزيونية ولم يبلغ تسجيل الأهداف المعدل المطلوب بعدما خاض المنتخب المغربي سبع مباريات لكنه بالمقابل اكتفى بتسجيل ست أهداف فقط أي أقل بهدف عن بلغ معدل هدف عن كل مباراة ولم يسجل الأصود في مباراة الافتتاح أمام كرواتيا وهو مكان قد أزعج نوع الماء الرغراغي واعترف بأن هذه الإشكال تشغل تفكيرها السبب الثاني هو التناء غير المقنع حيث بدل غراغي في كافة مؤتمراته الإعلامية التي عقبت المونديال غير مقتنعا تماما بضمه في أخير لحظة التناء وليت شدير لاعب باري الإيطالي وعبد رزاق حمد الله لعب التحجد السعودية وظهر اللاعبان معا في كافة المباراة تقريبا دون بصمة أو هدف وقال إنه يشعر أنه ظلم بعض العناصر التي تألقت في تصفيات وسهمت بالكثير من الأهداف وكان يقصد التناء يوب الكعبي وريان ماي الذي سهم بـ 17 هدفا من إجمالي 21 هدفا سجلها المنتخب المغربي في تصفيات وسبقا قال رقراغي عن شدير وحمد الله انتظرت منهما أكثر مما قدمها أمامي لذلك قررت تحرك في تجاه إبراهيم دياز السبب الثالث هو الحلول من الدفاع حيث أبدى رقراغي عدم رضا عن وضع المهاجمين حيث سجلت بعض أهداف الأصود من أقدام المدافع في قطر وتحديدا من العميد رومانسيس وأشرف دارية مثلما سجل الجناحين حكيم زياش وزكري أبو خلال هدفين أخرين واقتصر الحل من لاعب الهجوم فقط على يصفن سيري لعب إشبيلي الإسباني الذي وقع هدفين من أصل ست أهداف سجلها المغرب على طوال خط مباريتها لذلك قرر رقراغي التحرك سريعا صوب إبراهيم دياز المتألق هذا الموسم رفقة ميلان والمطلوب ليعود لحضن ناديه ريال مدريد نهاية الموسم كونه يرى فيه حلا من الحلول المثالية لدعم هجوم الأصود ليتصف بالقوة اللازمة مستقبلا كما يرى أنه إضافة كبيرة لإنساري الذي لا يقبل المساس بها رئيس الاتحاد البرازيلي يكشف سبب مواجهات المنتخب المغربي تحدث رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغاز عن مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب المغربي والمتوقع أن تقام في الخامس والعشرين من مارس المقبل على ملعب طنجة في تمام الساعة العشر مساء وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إن مواجهات المنتخب المغربي جاءت في سياق لبداية جديدة لكرة القدم البرازيلي وأضف سنواجه خصما كبيرا وصل إلى نصف نهائي المونديل في قطر سيكون اختبارا جيدا لمنتخبنا وسيكون هناك بالتأكيد اهتمام بهذه المباراة من طرف الجماهير البرازيلي وتعتبر هذه المباراة الأولى للمنتخب الوطني المغربي وأيضا للمنتخب البرازيلي في السنة الحالية منذ نهائية كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم إصابة نجم الأسود تقلق وليد رقراغي وتدفعه لترقب مستجدتها لا يصدق نادي إنجليزي يقدم أضخم عرض للتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو زياش إلى باريس ونعمار إلى تشيلسي صفقة تطبخ على نار هادئة قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار